اشتركوا في القناة الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى أكثر من 157 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من العام الجاري وأكر الوزير استقرار عدد الباحثين عن عمل في نهاية شهر يونيو الماضي عند 847 ألف باحث عن عمل كما أشار حميدان إلى ارتفاع إجمالية عدد العملة في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.2% قياسا مع ذات الفترة من العام الماضي يبين تقرير مؤشرات سوق العمل مشاهدين مدى نجاح تكثيف المبادرات والمشاريع الخاصة بتطوير سوق العمل ما أسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام الباحثين عن عمل الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة في سوق العمل البحريني مبنية على رفع القدرة التنفسية للعامل البحريني من خلال برامج دعم الأجور أو رفع الكفاءة عبر البرامج التدريبية شهدت حركة السفر عبر مطار البحرين الدولي انخفاضا بنسبة 1.25% خلال ثمانية الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2017 وأظهرت بيانات شؤون الطيران المدني التابع لوزارة المواصلات والتصالات أن إجمالية عدد المسافرين القادمين والمغادرين للمملكة عبر المطار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بلغ 5.796.000 مسافر بتراجع بلغ 3 أو 37.000 مسافر مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي كما كشفت البيانات عن تراجع إجمالية عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار في شهر أغسطس بنسبة 3.5% ولن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية ومشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لنهاية تعاقدات هذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الخضراء مع بداية الربع الأخير من العام الجاري نبدأ مع السوق المالية السعودية التي كانت الخاسرة الوحيد في تداولات اليوم بتراجع نسبة 0.13% وأغلقت عند مستوى 7224 نقطة متأثرا بتراجع مؤشرين الصناديق العقارية المتداولة وأيضا البنوك نتحول إلى بورصة كويت التي كانت من الرابحين في تداولات هذا اليوم بارتفاع بنسبة طفيفة وأغلقت عند مستوى 6674 نقطة وذلك لقوة أداء مؤشر قطاع الصناعة وأيضا البنوك وأيضا بسبب الإيجابية بين المستثمرين لترقية البورصة الكويتية إلى مؤشر الأسواق الناشئة من قبل وكلة فوتسي ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي ارتفعت بنسبة قارب 14 نقطة مئوية وأغلقت عند مستوى 4427 نقطة بسبب تقدم كافة مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاعي العقارات وأيضا البنوك كما سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.45% وأغلقت عند مستوى 3561 نقطة ويعود سبب الصعود لارتفاع مؤشر قطاعات الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية في حين سجل سوق ماسقط للأوراق المالية ارتفاعا كان الأكبر في تدولات هذا اليوم بنسبة قارب 16 نقطة مئوية وأغلق عند مستوى 5196 نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى بورصتنا المحالية ومشاهدين فقد كانت مغلقة بمناسبة عطلة ذكرى عشراء مستوى شكرا